تحياتي لك كابتن أيمن مرة أخرى عقب انتهى مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل بهدف لكل فريق بعد المباراة معنا كابتن خالد جلالي المدير الفني للبنك الأهلي كابتن خالد يعني أدوته مباراة كبيرة وأعتقد أنك خرقت بالهدف اللي كنت بتلعب المباراة من أجله بسم الله الرحمن الرحيم طبعا برحب حبيبي كابتن أيمن شاوئي وضيوفه كرام طبعا مباراة صعبة جدا كان بعد فوز النادي الأهلي طبعا بنبارك للنادي الأهلي كل مصر طبعا النادي الأهلي بيمس المصر ونبارك له على الفوز ببطولة إفريقيا يمكن أنا اتكلمت مع اللعيبة قلت لهم يعني حاجة من حاجتين احنا لازم نستغل لسلبيات وإيجابيات الفوز بالبطولة السلبيات احنا بنشوف اللعيب المصري صحيحة دي مش في النادي الأهلي بنشوف اللعيب المصري دايما بعد أي بطولة والإرهاق والسفر والكلام ده كله والغيابات ركزنا على الكلام ده كويلا وكويس لعبنا بسناريو الشوت الأولاني يمكن ضايعنا احنا هو الخمس زي فرصة كانت أكيدة أنها ممكن تيجي النادي الأهلي ضايع برضو كان لسه حواز للنادي الأهلي ده يعني وضع طبيعي احنا بنلعب على الهجمات المرتدة عملنا بعض التغييرات الشوت الثاني لعبت على المساحات خلف الظهرين والكلام ده كله الحمد لله قفلت في نص الملعب بمحمود السيد كتالت معهم في نص الملعب برضو يلعب عشرة ما غيرتش في الطريقة 4-2-3-1 برضو بس عملت كسافة شوي لأن النادي الأهلي الشوت الأولاني كان ممتلك نص الملعب تماما فنادي برضو عملت حساباتها فالحمد لله أن احنا جرينا النادي الأهلي وقدرنا أن احنا يبقى للسحواز يعتبر يعني قريب من النادي الأهلي النادي الأهلي جاب جول فينا في أول ثلاث دقائق دي كانت برضو ما قلت له ما تهمدوش احنا بنلعب على واحد احنا بنلعب على واحد الحمد لله غيرنا الجناحين رغم أن موسى ووحمد ياسر كانوا يقدوا مع عليهم وحامد دزلت بامبو وبامبو يمكن أنا قلت له هتجيب جولي النهاردة استمرار للصحوة بتاعة بامبو أنه هو ورقة بتنزل شوت تاني بس أفيد منها خلف المساحات اللي ممكن قد تحدث ورقة علي معلول ورميت بسيوني ناحية الشمال برضو عشان أنا نشط الجناحين عشان أنا كل تغييراتي خلي بالك وجومية يعني ما فالحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بقى توفيق مش هقول أنا والكلام ده كله لا طبعا توفيق ربنا سبحانه وتعالى فالحمد لله بنقول الحمد لله مبروك للبنك الآلي الإدارة بتاعته اللواء أشرف نصار وكل القائمين على البنك الآلي بصراحة بيعملوا مجهود كبير جدا يعني ما ينفعش بعد المجهود ده بصراحة ينزلوا يعني الحمد لله بنوعدهم إن شاء الله أن البنك الآلي يبقى في الدورة الممتز يعني كابتن خليد طبعا بنحقيوك على اللفة الطيبة اللي عمل طابل المباراة وعمل ممر الشارع في الندر طبعا ده ده وضع طبيع يا جماعة احنا بنحتفل بالنادي الآلي وكل مصر نادي الآلي بيكسب كل مصر يعني سيبك بقى متعصب والكلام ده كله ما قلت زمالك لو كسب لمصر برضه فاحنا أهلي وزمالك من غير زمالك مش حيبه فيه أهلي ومن غير أهلي مش حيبه فيه زمالك صدقني هتبقى كورة ما فيش كورة فلازم التنافذة هو حلوة الكورة شكرا شكرا كابتن عيمن دقاء اللقاء مع كابتن خالد جلال مدير الفن للبنك الأهلي والآن عود رحضاك واستوديو